ده يا خليني هاخد من بداية تبدو بعيدة شوية من أول ما كنا صغيرين مش أنا بقى هنا أستاذ عبدالعزيز ودور الايدولوجيا أو التكوين الوجداني ثم تكوين الرأي والأفكار ذهابا إلى أنا داخل معهد الفنون المسرحية وحضرتك قلتلي الحدوتة بتاعت الدخول ودي هنمر عليها التكوين بدأ إزاي؟ اللي خل إزاي عبدالعزيز يقرر أنا جاي القاهرة أدخل معهد الفنون المسرحية التكوين ده مهم جدا عنصر مهم جدا في بناء الفنان أنا بالنسبة لي أنا كمثال يعني وما حبش أتكلم عن نفسي وعلى حاجة بس أنا بذكر لحقولولك ده في جلسة محبة ومصارحة ولعله يكون يعني شيء مفيد لأبنائنا للصاعدين فأنا اتكوينت في قريتي أو عزبتنا عزبت مخيون لأنا عايش فيها الآن وهي دي مسقط رأسي اتكوينت من خلال القراءة كان فيه مكتبة بتاعت العائلة كنت أقرأ من خلال المجلات والصحافة اللي كانت تدخل البيت زي آخر ساعة والمصور والإتنين والدنيا وكل هذه المجلات اللي كان بديل في نفس الوقت عن التلفزيون عشان المجلات دي كان كلها صور ومقالات وموضوعات وكده وبعدين بعد كده كان حظ كويس لأن كان التعليم في الوقت ده كان مستوى عالي وراقي شوية فكان فيه مدرسين بدرسونا تمثيل يعني كيعملوا نشاط تمثيلي فمثلت من منذ نعومة أصفاري وأنا في المدرسة الابتدائي وبعدين بدأت أتعلم آلة الكمان في مرحلة إعدادية يعني تعلمت المبادئ الأولى لآلة الكمان وبعدين برضو القراءة مستمرة وبعدين اهتميت بدرس اللغة الإنجليزية حتى لما جيت القاهرة هنا دخلت معهد هنا اسمه فوسط البلد هنا اسمه كرويتر سكول عشان أحسن الإنجليز بتاعي ودخلت الجامعة الأمريكية ودخلت المركز الثقافة الفرنسي عشان اللغة الفرنسية فالتكوين على مدار عمر الإنسان يعني مساحة التكوين بقى لما جيت القاهرة اتسعت الأوبرا يعني كنت ساكن في الأوبرا يعني على طول أتردد على الأوبرا أحضر إما البروفات أو الحفلات ويعني التكوين ده عنصر مهم جدا في بناء الفنان أو صناعته اشتركوا في القناة